بأعالي بلدية جيملة الجبلية في جيجل يواصل صالح سوكو في تجاربه الناجحة في هذه المشتلة فبعد زراعته لمختلف أنواع النباتات والأشجار المثمرة كالفستق ههو يأخذ تجربة زراعة نبتة الزعفران أو كما يعرف بالذهب الأحمر جيب البدرة ديالو زرعه في شهر تقاوت على الأقل 15 في شهر من شهر آوت وكذلك زرعه ينبت على الأقل شهرين التمار سلته هنا في المشتلة هنا في جيملة في أعالي جيملة ودرته في بنية جيس المشتلة الجديدة وعطى التمار ما شاء الله بالرغم من كون المنطقة تتميز بالرطوبة عكس ما تتطلبه زراعة مادة الزعفران من مناخ جف إلا أن التجربة التي خاضها السيد صالح ناجحة ما شجعه على توسيع عملية زراعة الزعفران هو مدوم التجربة نتعويض ناجحة نحن مدى بنا نتوره في ولاية جيل ونتوره في الجزيرة بصفة عمامة كانوا الناس بكرياء تقضيشون غير في المناطق الحارة والجافة نحن الحمد لله هنا نتجنا في الأرتفاع ألف ومئة متر على مستوى سطى البحر نحن في جيل التوجه نحو هذا النوع الجديد من النشاط الزراعي المحلي لإنتاج الزعفران بالنظر لأهميته الصحية والاقتصادية الوطنية والعالمية بحاجة للاهتمام وفتح مجال الاستثمار في زراعته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر